من هذا المبنى كانت الأصوات تتجاوز الجدران لتصل إلى الوديان والقرى البعيدة لكن المكان الذي كانت فيه إذاعة تعز أصبح محاطا بالصمت والدمار والخوف حتى أولئك الذين كانت تعز تعرفوا نبرتهم وتحبها تفرقوا وصاروا مجرد زوار يتحسرون عند رؤية المبنى الذي كانوا يصلون منه إلى كل مكان عبر أصواتهم وما أن تجوه من مواد إذاعية عبر عقود أصبح مدمرا تحت الرقام ويصعب استعادته من جديد فقدت إذاعة تعز إرشيفا كبيرا ظل يجمع منذ العام 1964 يوم تم افتتاحها لتكون صوت الجمهورية الجديد ومنبر اليمنيين الخارجين من جور الإمامة في صنعاء ونير الاستعمار في عدن تعز فعلا تبكي هذه المرافق تبكي هذه المؤسسات الثقافية العريقة التي كانت تقدم بصيص أمل من ثقافة فعلا حتى الأماكن التي ربما كنا نعول عليها أن تقوم بدور ولو بسيط لا يمكن أن تقدم تلك الثقافة التي نطمح بتواجدها التي تمثل روح تعز تمثل رسالة تعز في ظل هذه الحرب القائمة فعلا دمار مخيف قتل لهوية وثقافة تعز واستمر دور الإذاعة دون انقطاع إلى أن حاصرت ميليشيا الحوثي مدينة تعز ولإنفاذ الحصار وكتم الصوت الوحيد قصفت الإذاعة بمختلف أنواع الأسلحة وفجرت أجزاء منها بعبوات ناسفة تسبب القصف بإطلاف ما تبقى من المكتبة الإذاعية وما تبقى من ذاكرة أجيال لم يعد بالإمكان الاستماع إليها اشتركوا في القناة